تراجع انفاق المسالكين عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.18% عن الأسبوع ما قبل الماضي والمنتهي في الثالث عشر من نوفمبر بفارق بلغ 714 مليون ريال و 400 ألف حيث بلغ الانفاق نحو 8 مليارات و 46 مليون ريال وبلغ الانفاق في قطاع الأطعمة والمشروبات مليار 22 مليون ريال تليها المطاعم والمقاهي بمبيعات تجاوزت مليار و 200 مليون ريال وتراجع الانفاق في العاصمة الرياضة 5.18% ليبلغ 2.740 مليون ريال في حين بلغ الانفاق في مدينة جدة نحو مليار و 31 مليون ريال ما يعادل 15.15% تحدث عن هذه الإحصائية مع ضيفنا المحلل الاقتصادي دكتور محمد القحطان أهلا بك دكتور محمد مساء الخير برأيك لماذا تراجع هذا الانفاق للمسألكين خلال الأسبوع الماضي؟ عيك الله أخوي أحمد وأخو مشاهدين بلا شك طبعا هذه مسألة طبيعية جدا في عالم الاقتصاد تكون هناك الخفاض ولا ننسى أول حاجة أن ننوع على دقة البيانات التي يصدرها البنك المركزي نتكلم بشكل أسبوعي وهذا دليل واضح حقيقة على الرقابة النصيقة حول مستوى الانفاق وانت تتكلم عن نقاط البيع هناك أيضا أصبح هناك مع رؤية المملكة 2030 توجه للمستهلكين في انفاق بأمور أخرى قد تكون استثمارية مشاريع صغيرة أخرى فهذا دليل واضح على أن أصبح هناك وعي في عملية الانفاق ونشوف مبلغ لا يزال حقيقة مبشر وعودة الاقتصاد نتكلم عن فترة أسبوع ما قبل حتى الرواتب فهذه حالة طبيعية لكن ممكن أن تقاس من نهاية العام أخو يا أحمد حتى نستطيع أن نعطي البيانات بشكل أدق جميل دكتور بالنظر إلى الأشهر الماضية شهرين أو ثلاثة نشهد هذا الانخفاض أيضا في الانفاق قبل الرواتب بأسبوع هل يعتبر هذا مؤشر أنه قبل الرواتب حيكون هذا الانخفاض دائما يعني أنا أتوقع ذلك خصوصا يعني أن كان الاقتصاد الآن راجع إلى حالة تعافي يمكن ممكن مع العام القادم عندما تنجلي جائحة كورونا بشكل كبير يعني ممكن أن نجد هناك توجه للمنفقين خصوصا من يمتلك رؤوس الأموال أن تكون هناك انفاق في أمور أخرى في مشاريع تانية ولكن نعم قبل الرواتب عادة لأن حقيقة يمكن المحرك الأساسي للانفاق الاستهلاكي هي الرواتب سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص جميل الدكتور بالنظر إلى هذه الإحصائية التي نشاهدها كل شهر أو بين فترة وفترة هل ترى لها أهمية كبيرة في نظر إلى قوة الشرائية لدينا في المملكة وإضافة منها في مجالات أخرى اقتصادية ممتاز سؤال جيد يا أحمد كما نوهت في بداية حديثي أن مثل هذه الإحصائات حقيقة ستعطي المتابعين والمراقبين والمحلدين نظرة أكثر لأن حقيقة لابد أن تكون هذه العلاقة لصيقة بين معرفة حجم الإنفاق بشكل تقيق كما هو حادث الآن وأيضا نحاول أن يكون هناك أيضا مغريات أكثر وتوجيه للإنفاق الاستهلاكي لا تزال هناك حقيقة حسابات جارية كبيرة جدا خصوصا للنساء هناك من يقدرها بأكثر من 50 مليار كحساب جاري موجود في البنوك فبالتالي ممكن أن يتغير التوجه لاستمالة عنصر النساء في تفعيل عملية الإنفاق بأمور تهم الجانب النسائي جميل فيما يتعلق أيضا دكتور هل ممكن نشهد انعكاس في هذه النسبة مستقبلا أو ما الذي يمكن أن يقدم من قبل المعنيين في هذا الجانب لا نشهد هذا الخفاظ في النسبة تدريجيا بداية الشهر حتى نهاية الشهر التعامل مع المستهلكين أخي أحمد هو كما الحال لعازف البيانو لازم أنك تغير حقيقة في نمط أو تشتيع الإنفاق في أمور أخرى في الأمس القريب كان هناك برامج سياحية وموسم الرياض لكن أعتقد الآن لابد من اكتشافه هذا يعطينا حقيقة مزيد من البحث واكتشاف ما قد يتعطش المستهلك بشكل أكبر يعني مثلا إنفاق في أمور الأجهزة الكهربائية في مثلا أمور الرياضية في الملابس في الفاشن هذه كل الأمور حقيقة يعني تعتمد على دراسة السوق وقراءة المستهلكين بشكل جيد جميل دكتور محمد القحطاني الكاتب الاقتصادي أو المحلل الاقتصادي أشكرك على وجودك معنا في نشرات النهار